موسيقى السلام عليكم درسنا لهذا اليوم ورا يكون الاحتكاك الاستاتيك فريكشن الاستاتيك فريكشن او الدراي فريكشن هو موضوعنا اللي راح ندرسه بمادة الميكانيك الهندسي مرحلة اولا واقع انواع اخرى مثل الاحتكاك بالسوائل وراح تاخذوها ان شاء الله بمادة الفلود مرحلة ثانية طبعا هذا الموضوع 100% يجي عليه سؤال بالفاينال شنو الاحتكاك؟ الاحتكاك هو قوة هو قوة معيقة للحركة يعني لو شون عندي جسم جالس على الارض وهذا الجسم سحبته بهذا الاتجاه بقوة مقدارها F او P مرح اسحبه راح يصير عندي قوة احتكاك بين الجسم وبين الارض الجالس عليها هاي القوة انسميها قوة الاحتكاك لذلك هي تكون دائما عكس اتجاه الحركة يعني اني سحبت هذا الجسم لليمين هي راح تكون لليسار وارسمها بالارض وهذا الاتجاه اتجاه السهم على اليسار نسميها اما F او نسميها FR من الكلمة Friction بالانجليزي وهذا الجسم هم نفس الشي يعني لو هذا الجسم سحبته لليسار بقوة مقدارها P ايضا راح تتولد عندي قوة احتكاك بين الجسم وبين الارض واتجاهها تكون عكس اتجاه القوة لليمين طبعا هاي القوة تكون منطبقة على خط الارض بس انا نسميها على بعد مسافة حتى نشوف مسار القوة معناها لو بها النقطة اخذت عزم هاي القوة راح تصفر للي قوة الاحتكاك ليش ينتمر بالنقطة بهذا الموضوع راح نتعامل بمعادلات للتزان الثلاثة Summation FX يساوي صفر والفي والفي والSummation Moment اللي هنا اخذناها بموضوع الكوليبريم طبعا بموضوع الفريكشن عندي ثلاث حالات يعني بالامتحان يجيني الفريكشن بذني ثلاث حالات فقط كل حالة منذني الحالات لها سلوب حل وراح نتعلمه بالامثلة ان شاء الله فلازم من بداية السؤال اعرف اقيم السؤال ماتي اي حالة منذني ثلاث حالات الحالة الاولى احنا نسميها الستاتيك او الساكن والحالة الثانية اللي هي Maximum Friction او الشروع بالحركة والحالة الثاثة هي الكاينتك فريكشن المتحرك نقدر نعرف السؤال مالتنا اي حالة من هذين الحالات من خلال منطوق السؤال يعني بهذا الموضوع منطوق السؤال جدا مهم مو مثل موضوع الفريم او لتراس من رسم السؤال اقدر اعرفه يا موضوع هذا لازم اقرأ منطوق السؤال زيان وراح تكون اكو عبارات مفتاحية اميز الحالات مال السؤال الماتي نجي على حالة الكاينتك فريكشن اللي هي المتحركة راح تكون اكو عبارات على وجود حركة بالجسم طبعا هاي الحالة من ادرسها اللي هي الموجودة فقط بالديناميكس تبقى عندي حالتين الحالة الاولى الاستاتيك والثانية اللي هي Maximum Friction الحالة الثانية اللي هي حالة الشروع بالحركة يعني الجسم هسة اللي بدي يتحرك نقدر نعرف هاي الحالة من خلال عبارات نلقيها بالسؤال مثل Start Motion Start Moving Start Sliding أو Slipping يعني الزلاق أو تزحلق أو Just Cause Motion يعني عبارات توحي الجسم هسة أو الآن بدي يتحرك بنشوف ذلك العبارات موجودة بالسؤال معناها آني بالحالة الثانية اللي نسميها Maximum Friction أو الشروع بالحركة أو ممكن هو يقول لي بالسؤال الحالة ماتك هي Maximum Friction وهاي حالات نادرة جدا يطينيها مباشرة بالسؤال لازماني أعرفها عن طريق العبارات الحالة ماتي اللي هي Static Friction شو نعرفها؟ أعرفها أما هو يقول لي بالسؤال الحالة ماتك Static Friction وإذا ما قل لي بالسؤال أقدر أعرفها هم من خلال ذني الكلمات يعني ذني الكلمات إذا كان الموجودات بالسؤال معناها الحالة ماتك هي Maximum Friction وإذا ما كان الموجودات بالسؤال معناها الحالة ماتك هي Static Friction أول حالة عندي أو الكيس 1 هي Static Friction قلنا أول شي رح نتعرف عليها من خلال عبارات السؤال اللي هي مع الشروع بالحركة إذا ما كانت موجودة بالسؤال معناها عندي Static Friction هذه الحالة عندي 3 خطوات حتى نحل السؤال الخطوة الأولى أفرض الجسم متزن يعني أفرض الجسم متزن وبعدين خلال الحال أشيك هل هو فعلا المتزن أو لا ما دام عندنا فرضية يعني الخطوة الأخيرة لازم تكون هي تشيك نشيك الحل صدق هو متزن أو لا الخطوة الثانية استخرج كل المجاهيل بالسؤال من خلال معادلات الاتزان الـ FX والـ FY والـ Moment الخطوة الثالثة نشيك الحل مالتنا صح أو لا من خلال مقارنة راح نتعلمها منها نحل السؤال إن شاء الله زيانا عندي هذا سؤال عندي جسم جالس على الأرض هذا الجسم معرض القوة المقدارة P تجاهها على اليمين 10 كيلو نيوتن نعطيني ميو S 0.3 الميو S هو معامل الاحتكاك مع الفريكشن هذا دائما يعطى بالسؤال أو قد يكون السؤال هو الهدف مننا نلقي لميو S حسب السؤال غالبا لسألة يعطى بالسؤال أول خطوة قلنا نقرأ السؤال حتى نعرفه هو يا حالة يقول لي منطوق السؤال ما بي العبارات اللي قلنا عليها الحالة الثانية إذن هذا السؤال هو الحالة الأولى اللي هو قبل لنحل السؤال ملاحظة هنا الوزن هو دا يقول لي weight إذا الطاني الوزن مع الجسم بالweight مباشرة يعني W يساوي 50 أستخدم الوزن مثل ما الطانيها أما إذا قل لي لا إذا قل لي high mass mass يعني كتلة إذا طاني mass معناها لازم أضرب الوزن بالتعجيل الأرضي تعجيل الأرضي إذا كنا نتعامل بالوحدات المترك راح أخذت 9.81 وحدات المترك لي كيلوغرام كيلو نيوتن نيوتن هاي يسميها وحدات الستندرد أما إذا كنا نشتغل بوحدات الباوند راح أخذ التعجيل الأرضي أخذه 32.2 إذا كنا نتعامل بوحدات الباوند نانا إذا كنا نتعامل بوحدات النيوتن كيلوغرام لي الوحدات المترية أول خطوة بالحال راح أفرض الجسم متزم اسيوم كوليبيري بعد ما فرضت الجسم متزم راح أرسم من رسمت البلوك أو الشكل هذا راح أخلي عليه القوة اللي هو ناطنيا بالسؤال أول القوة هو ناطيني البي البي اتجاه لليمين مقدارها 10 احنا قلنا بدأت المحاضرة عندي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك يكون عكس اتجاه القوة هذه القوة قاعد تسحبها بهذا الاتجاه إذن هي راح تكون اتجاهها على اليسار وأرسمها أسفل الشكل طبعا اتجاه قوة الاحتكاك ممكن أنا أفرض هوية اتجاه القوة بعدين بالحال يبين عندي الفرض صح لو غلط زين بعدش عندي قوة بالفري بادي دايجرام عندي الوزن الوزن شون ارسمه مكانه زائد اتجاهه المكان ما الوزن دائما يكون بسنتر الشكل اللي هو ناطينيه الشكل اللي ناطينيه مستطيل مستطيل السنترويد مات بالمنتصف كنا نعرف السنترويد مالمستطيل بالمنتصف إذا راح تكون قوة الوزن مسلطة على هاي النقطة ويكون اتجاهها للأسفل لأن الجاذبية الأرضية تسحب الأجسام إلى الأسفل فوزن الجسم يكون للأسفل تبقى عندي قوة واحدة اللي احنا نسميها الرياكشن البسيط محاضرة الاتزان قلنا الرياكشنات بالرولر والهينج والفيكس وعدنا الرياكشن البسيط اللي هو جاي من قانون النيوتن اللي يقول لكل فعل رد فعل فوجود هذا البلوك على الأرض هو فعل ردة فعل الأرض حتى ترفعها تبقيها على الأرض راح تسلط عليها قوة طبعا القوة ما ارسمها بالمنتصف احنا إذا رسمناها بالمنتصف عادي يعني الحل يمشي بس هي تكون ميلة على المنتصف باتجاه القوة صار هنا تقريبا نسميها بالرمز N يعني normal reaction إذا هاي القوة كانت عندي بها هاي اثنانة مكانها على اليسار راح تكون هاي اثنانة يعني مو بالسنتر ميلة عن السنتر مسافة قليلة لليسار باتجاه القوة هنا القوة عندي لليمين راح تميل عن السنتر مسافة قليلة الخطوة الثالثة راح اطبق معادلات الاتزان اللي هي الـ الـ حتى ألقي الـ و ألقي الـ طبعا هذا السؤال راح اشرحه بالتفصيل كلش وعلي كيفي يعني هو سؤال هو شرح المبادئ لـ باقي الأسئلة راح نمشي بيها ان شاء الله اسرع سميشن اف واي يساوي صفر كل قوة للأعلى تكون موجبة شنه القوة عندي للأعلى ان ان للأعلى اذا موجب ان الوزن للأسفل اذا سالب خمسين بعد ما عندي قوة عمودية اذا تساوي صفر الان الخمسين حولها بعد اليساوي صير عندي موجب خمسين والاشارة موجبة اذا الفرص صح والاتجاه مالتها للأعلى سميشن اف اكس يساوي صفر كل شي لليمين هو موجب البي لليمين موجب موجب عشرة الاف سالب اف يساوي صفر حول الاف بعد اليساوي صير اف يساوي عشرة والاتجاه صح اللي يعني فرضها قوة اف اللي هو على اليسار يعني اذا طلعت موجب الاف معناها الفرض اللي اني فرضه اتجاهها على اليسار صحيح اذا طلعت سالبة لا امسحها واخلي اتجاهها لليمين بس هو لازم يطلع صح لأن قوة الاحتكاك عكس القوة المسلطة زين صار عندي ان وصار عندي اف بقى الخطوة الاخيرة اشيك هل الحال صح او لا شون اشيك راح اشيك عن طريق مقارنة عن طريق قوة الاحتكاك اللي جبتها من معادلات الاتزان مع قوة الاحتكاك القصوى اللي راح اجيبها من خلال قانون يعني هاي قوة الاحتكاك راح اتبهنانا اف تساوي عشرة اقارنها مع قوة الاحتكاك اللي راح اجيبها من هذا القانون اللي هي اف قوة الاحتكاك اف ماكس تساوي ميو اس في الان الميو اس هو ناطينيها بالسؤال كانت قيمتها صفر فاصلة لاف الان هو رايكشن اللي جبته مقداره خمسين فقارن منه اكبر العشرة لو الاخمستعاش الاخمستعاش اكبر من العشرة فقل العشرة اصغر من الاخمستعاش اذا راح اقول لي الحال اوكي يعني فرضية الفرضية صح والنتائج يؤخذ بها يعني النتائج اللي اشتغلتها صحيحة بالمقارنة عندي ثلاث حالات يا اما الحالة الاولى الاف تكون اصغر من اف ماكس والاف ماكس من هذا قانون شنو معناه؟ معناها جسم متزم يعني التزان تام والنتائج صح والفرضية صح والنتائج يؤخذ بها اذا طلعت لي الاف اكبر من اف ماكس معناها الجسم غير متزم وبحالة حركة فنسميه دايناميكس والجسم غير متزم اذا الاف قوة الاحتكاك تساوي الاف ماكس نسميها لحظة شروع بالحركة الاف تساوي الاف ماكس يعني جسم هسه راح يتحرك بس هو شنو بس هو ساكن يعني مثل ما نقول باقي لشعره ويتحرك بس احنا نعتبره ساكن والفرضية صح والنتائج يؤخذ بها يعني اذا طلع لي الاف اصغر من اف ماكس او الاف يساوي اف ماكس اذا انشغلنا صحيح والنتائج منطقية ولهنا ينتهي درسنا لهذا اليوم وان شاء الله الفيديو القادم سنحل مزيد من الامثلة على حالة الاستاتيك اي سؤال اي استفسار كتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله نشوفكم الفيديو القادم شكرا